مباراة مهمة مباراة للتاريخ مباراة الكل ينتظرها يا أستاذ جماهي طبعا ما فيش كلام كل الناس منتظرة وعنيها على الماتش ده وبإذن الله بإذن الله الأهل يكون قادر على أنه يحقق طموحات جماهيره نحو الحصول على اللقب الثاني عشر الاثناشر في دوري الأبطال وأعتقد أنه من خلال نتيجة مباراة الزهاب رغم أنه الناس بيقولوا أنها أسوأ نتيجة في المباراة أسوأ نتيجة إيجابية إلا أنه أصلا حتى لو الأهل كسبان هناك لابد أن مباراة القياب يتعملها ألف مليون حساب أيا كانت النتيجة على فكرة لأن أنت بتلعب قدام منافس مش سعر ومنافس يجيد اللعب داخل وخارج ملعبه ولو أسلوبه وخصوصا مع المدرب البرتغالي كاردوزو اللي هو عمل تغيير جامد جدا في أداء فريق الترجي وقدر معاهم أنه يحقق نتائج إيجابية جدا خلال الفترة اللي هو تولى فيها المسؤولية وبالتالي أيا كانت ظروف المباراة الأولى طبعا النتيجة كويسة لكن أيا كانت النتيجة أنت عمل حسابك أو يجب أنك تعمل حسابك على أنك تلعب لعبك يعني لعب لعبك الطبيعي الطبيعي وإن شاء الله تقدر تكسب تقدر تتوج إن شاء الله بالله ترجمة نانسي قنقر